اشتركوا في القناة يعني إلى متى كيف تسكتون كيف تكتمون العلم كيف تكتمون أمركم الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر المنكرات ضجت والبنوك الربا وكذا وكلام كثير إلى متى تسكتون إلى أن هدى أطاق الشيخ ولا كلمة يا أخوان الله أكبر رحمة الله عليه رحمة واسعة خلا 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 لا مفرغ البطارية كلها يوم انتهى الشيخ قال له خلصت بيدو قال نعم نعم خلصت قال بسألك سؤال الشيخ يقول له بسألك سؤال قال له كيف عرفت أننا لم ننكر الله أكبر فعلا لو في عقل قال له كيف عرفت أنه ما أنكرنا وما رحنا وما قلنا كيف عرفت كيف عرفت قال لأنا المنكر قال لأنا تعلمني كيف عرفت هل تستطيع تتجيب مني أنا ما رحت كيف تعرف أني أنا ما رحت أو أن أخواني المشيخ الأخرين ما رحوا كيف تعرف لو في عقل كان مفروض يذبح نفسه هذا لو في حياة مفروض يذبح نفسه حقيقة كيف اتهمت العلماء كلهم أسهل من التهمة يا أخوان ما فيه كيف اتهمت المشايخ والعلماء كلهم الشيخ عبد العزيق مشايخ كبار كيف اتهمتهم أنهم لم ينكروا قال له على كل أقعد كان واقف قال له أقعد هديت أقعد قال لا والله رحنا قال لكن احنا إذا رحنا ما نرجع لجينا المسجد وصعدنا المنبر نقول يا أيها الناس أني قد ذهبت إلى الأمير وأنكرت عليه واحد أثنين قال لا والله ما احنا من هذا النوع ما احنا من هذا نسر حنا نروح ونكلمهم بيننا وبينهم إن سمعوا فذاك وإن لم يسمعوا فقد أدينا الذي وما نبني أعلم قال وله احنا رحنا وقال له أذكرك قال جاء الناس وأكثروا على أسامة ساب ابن زيد أما ترى ما فعل عثمان يعني كلهم جوا يبون واحد يقود الثورة ضد عثمان من الصحابة فجاءوا عنده سامة زيد قالوا هذا مقدور عليه يمكن هكذا فكروا يا صحابة يا أخوة قالوا تعال شوف عثمان فعل كذا عين الأقارب عين مدرمان وسوى كذا وسوى كذا عثمان لم تنكر عليه إلى متى ما تنكر عليه قالوا واش دراكم أنه ما أنكرنا عليه نفس الكلمة ذكره بها قال أَوَ كُلَّمَا دَخْلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَتَنَاصَحْنَا وَإِيَّاهَ نَأْتِي إِلَيْكُمْ وَنُخْبِرُكُمْ بِذَاكَاءَ لماذا يلا يلا فردهم أسامة بن زيد فشاهد يا أخوان يعني احنا نقول هكذا الانكار الانكار عندنا فيه أسلوب ووسيلة لا تروح تحمل السيف وتنكر تقول ابننكر لا لا تنكر ويتولد من الشر منكرا أعظم ما سوى شيء لا ما ينفع